وعايز أضيف كمان أكريم لكلامك يعني اختلاق فعلا الأزمات من لاشي إزامي بتقل وبدون داعي يعني إحنا عندنا منافسات لسه كتير جدا فلازم نخلي بالنا من دول لازم نفكر كمان نفسنا أننا يعني مش بنشارك في بطولة واحدة إحنا عندنا كذا بطولة عندنا كذا تحدي يعني بطولة الدوري ده تحدي في حد ذاته تكالى أن أنت كمان ترجع أو ترجع تاني أو أنت عايز ترجعه تاني للقلعة زي قلعة الجزيرة زي ما بنتكلم عندك دوري أبطال إفريقيا حيبقى عندك برضو إنجاز عظيم جدا تكسبه من المرة الثالثة يعني أنت عندك تحديات قريدي عايز تحققها ليه أو تنجزها ليه الجماهير في الأول في الآخر ده كله بيصب أكيد ليه الجماهير فلا لسه لسه فعندك كمان كاس ماصر عندك قبلو كاس الرابطة وعندك حاجات كتيرة جدا فعش كده أنت لازم يعني يكون السكواد بتاعك كأنه جاهز للمشاركة بتكلم هنا معنويا وبنتكلم هنا فنيا لازم نتأكد ونصق أن الجهاز الفني كمان ما عندهش تف تفضيل بين اللاعبين دي النقطة اللي أنت كلمت فيها وهي نقطة مهمة ما فيش حاجة اسمها تفضيل بين اللاعبين في حاجة اسمها أنت على الأرض بتقدي إزاي وممكن يكون زي متكلمنا أنا وإنت مبارح ممكن يكون لاعب في الفترة دي يعني متقلق جدا بيحصل عدم تقلق في الفترة لكن اللي احنا نعرفه عن لعبت الأهل إنهم بيرجعوا مرة تانية وده برضو مش كلام كليشي أو كلام احنا بنقوله لنفسنا أو بنضحك بيه على نفسنا الكلام ده على الأرض هو ده الواقع فودينا مثال مبارح بمحمد شريف محمد شريف كان متقلق جدا أول ما مسلماني نضم ليه الأهلي بعد كده يمكن فترة المنتخب حصل دروب شوية كلنا متفاهمين إيه الدروب اللي حصل أو ليه السبب وراء محمد شريف قدر أنه هو يثبت نفسه في الكذا مطش الأخرانيين فهو ده اللاعب المحترف هو ده اللاعب الأهلي فمش عايزيني أن نصدر حتى لنفسنا الروح دي لأن بص يعني نوية واناوذر زي ما بتقال يعني أو يعني بأي شكل من الأشكال ممكن أنه هو يؤثر على البعض فاحنا مش عايزين ده هي دي النقطة على فكرة قديمة ع عارف برضو وانرجع أقول لك حركات قديمة قوي وحركات باقت بلدي صراحة وحفزناها قبل كل مباراة مهمة أو بطولة مهمة للنادي الأهلي لازم كده يطلع لك بعض التصريحات وبعض الكلام اللي مالوش أي أساس من الساحة فخلاص احنا كجماهير لازم نكون أذكى من كده ده رأي معرفة وحنا كجماهير طبعا أكيد رأي جماهير يحترم ده مبدأ سابت معانا طالما أن الرأي ده بيتقال بشكل لائق رأي جماهير يحترم وكلنا يعني مهتمين في نهاية الأمر بأن احنا نشوف كل لاعب على حدة من العبت ونجوم النادي الأهلي متقلقين أكيد دي حاجة تسعيدنا وحاجة في مصلحتنا بطبيعة الحال